ازايكم النهاردة هنتكلم عن موضوع جالي عليها سئلة كثيرة جدا وانا شخصيا عندي اجتماع شخصي فيك اوي لماذا يثيء المراهقون الادب زي ما تكلمت في حلقتين قبل كده على ليه بيثيء اطفالنا الادب ورد الفعل كان حلو قوي وناس اتعلمت حاجات كتير واستفادت حاجات كتير من كلام اللي انا قلته النهاردة باعزين نشوف الابناء والبنات اللي في المرحلة العمرية الاجبر شوية ليه بيزيقوا التصرف ليه بيزيقوا الادب وليه بيطلعوا انينا في تربيتهم اول حاجة يعني مرحلة المراهقة هي من سن ايه لسن ايه بالانجليزي هي تين يعني من اول ثرتين لغاية ناينتين من ثلاثتاشر للساعتاشر سنة لكن احيانا ممكن تمتد لأوائل العشرينات تقريبا تقريبا من اول ولا اعدادي لغاية تانية في الجامعة تقريبا بس زي ما قلت انه ممكن المرحلة دي تمتد مع بعض الاولاد والبنات لأكتر من كده شوية الولادنا ما بيجوش معاهم كتالوج يعلمنا ازاي نعمل ايه ونساوي ايه ولكن العلم والدراسات فيها حاجات كتيرة قوي وان احنا لما نبقى مقبلين على مرحلة جديدة مع اولادنا لازم لازم نثقف نفسنا ونعلم نفسنا ازاي حنتعامل معاهم ويبقى كل حاجة عاملن لها خطة مش اي حاجة كده وخلاص عشان كده انا كنت دايما بدور وقرأ واتعلم وحاول اتعلم ان ليه اولادي بيصرفوا التصرف ده ومش بس كده كنت كمان بفكر ان انا لما كنت في هذه المرحلة العمرية كنت بحس بايه وكنت بعمل ايه وده اعتقد الحمد لله خليني ان انا انا فيجيت هذه المياه المتوترة بشكل اسهل والحمد لله والنتيجة مرضية جدا جدا اللهم لك الحمد خلونا نبتدي ونتكلم على السبب الاولاني لأولادنا وبناتنا المراهقين بيوسيقوا الادة وهي حاجة خرجة عن ارادتهم وخرجة كمان عن ارادتنا ببساطة ان في اجزاء في الدماغ ما بتكونش لسه وصلت لكامل تطورها خصوصا اللي بيسموه الفرانتال لوب الجزء الاماني الاجزاء دي متحكمة في اتخاذ القرارات التحكم في الرغبات والإنفلس وطبعا وداخل فيها الشهوات والنظرة البعيدة او التخطيط الاستراتيجي اولادنا في السن ده بيكونوا لسه في مرحلة النمو وتطوير الدماغ فبالتالي مدام المكانة نفسها مش بتشتغل بكفاءة عالية لانها لسه محتاجة لتطور اكيد اي حاجة مترتبة على استخدام هذه المكانة مش هتشتغل القرارات اللي بياخدوها مش راشنة مش بعقلانية مش لاجك مش بمنطقية استجابتهم للرغبات المؤقتة يلا ها يلا دلوقتي حالا المشكلة بقى كمان في المرحلة دي ان يعني عدم قدرتهم على اتخاذ القرارات الصح بيخليهم ياخدوا قرارات ولم ونمط حياة بيأثر اكتر واكتر على تطور دماغهم عادة شرب السجار بيبسيدي في السن ده من سن 12 و13 و14 سنة وبتأثر على نمو دماغ تخيلوا بتأثر فعليا على نمو دماغ مش عايد حد يفتكر ان عدم نمو والنوخ معنا ان الولد حيبقى متخلف عقليا مش هو ده ولكن قدرته على اتخاذ القرار وتعلم الاشياء اقل بكتير جدا من واحد قده مشربش سجاير النوم لو علمنا اولادنا وسمحنا لهم ان هم ما يناموش وما ياخدوش قصة من الراحة وعشان طول شوية كده نتعامل معه لان هو كبير ونسيبه يعمل اللي هو بيعمله هو اصلا في مرحلة نموه ومحتاج النوم ده عشان مخه ينمو فاحنا كده بنحد من قدرة ابننا او بنتنا على النوم كمان لما نعرف ان في اجزاء معينة في دماغهم ما تطورتش التطور الكافي انهم ياخدوا قرار بعقلانية او يتحكموا في شعواتهم او رغباتهم الطريقة ده يخلينا نتعامل معاهم بصبر شوية السبب التاني من الاسباب اللي بتخلي اولادنا وابنتنا في مرحلة المراهقة يسيقوا الادب ويصيقوا التصرف ويبقوا صعبين اوي في التعامل معنا هو انهم مش قادرين يفهموا بعض المشاعر اللي بتادوا يحسوا بيها وبالتالي مش عارفين يعبروا عنها وبالتالي بيتحول هذا التعبير لتعبير غاضب صاخط انا كررتها اكتر من مرة كلنا كبشر مخلوقين وجوانا مجموعة معينة من الاحاسيس وبنحسها حتى الاطفال الصغيرين بيحسوها الفرق ما بين شخص والتاني حاجتين قدرته على فهم هذا الشور وقدرته على التعبير عن هذا الشعور في مرحلة المراهقة اولادنا وبناتنا ما بيبقوش فهمين احيانا المشاعر اللي هم حاسين بيها ومش قادرين يعبروا عنها وتخيل كده حد مزموء في كورنر ولا عارف يفهم هو حاسس بايه ولا عارف يعبر عن اللي هو حاسس بيه ده كله بيترجم في الآخر لإحساس غضب وبالتالي كل الريبريزنتيشن كل التصرفات اللي هيعملوها هتبقى نابعة من الغضب تالت تالت تبب من أسباب ليه أولادنا في مرحلة المراهقة بيوسيقوا التصرف وبيوسيقوا الأدب معنا تبب أنا لاحظته كتير قوي في كثير من الأسر العربية إنعدام الثقة بين الأبناء والأباء أو الأمهات للإبن أو البنت وثقة في أبوها وأمها ولا الأب أو الأم وثقين في ابنهم أو بنتهم إنعدام الثقة ده بيخلي فيه نوع من الريفل نوع من التنافس والتناطح بين الأبهات والأمهات من ناحية وبين الأبناء من ناحية تانية وإعدام الثقة ده له أسباب كتير قوي أولا الأب والأم مش وصلين في أولادهم لأن أخدوا أحكام غلط قبل كده اتصرفوا تصرفات غلط قبل كده فبالتالي يعني مدام أنا شايفاك لنت عارف تاخد قرار كويس ولا عارف تتصرف كويس هثق فيك إزاي إن أنت تكمل أو أنت تاخد قرارك أو أي حاجة الأخطر بقى هو أنعدام ثقة الأبناء في أبهاتهم وأمهاتهم مدمرة قاتلة بنت صدقتي في مرة قالت لها قالت لها إيه أنت وصحباتك دول ما أنتوا بتتجمعوا وتعودوا تنموا على بعض وتتكلموا على بعض أخلاق إيه اللي هي أخلاق العرب والإسلام اللي بتتكلمي عنها وإنتوا أصلا كل يوم بتتجمعوا وتقولوا وتعيدوا وتجيبوا في سير الزي وفي سير الزي وفي سير الزي ده مثال صارخ على إنعدام الثقة لما إزاي أنا أنصحك بحاجة كويسة وإنت مش شايفها فيه أو إزاي أنا أوعدك بحاجة ومنفزهاش ومنحققهاش خليكوا حارسين جدا 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 في التعامل مع أولادكم وشوفوا إيه اللي أنتوا بتوعدوهم بيه إيه اللي أنتوا بتقولوا لهم عليه إيه اللي أنتوا شايفين منكوا إيه وده يدخلني في السبب الرابع كمان وهو تقليد الأبهات والأمهات أحيانا أولادنا بيثيقوا الأدب وبيثيقوا التصرف لأن إحنا نفسنا مش قدوة حسنة ليهم الأب اللي بيجذب ابنه حيتعلم الكذب ما يجيش بعد كده يقوله أنت بتجذب ليه علي أنا شفتك بتجذب على صاحبك أنا شفتك بتجذب على ماما أنا شفتك بتجذب في الشغل عادي همجذب عليك عادي ما أنا شفتك بتعمل جدا عادة عادة أبناء المدخنين بيبقوا مدخنين نسبة كبيرة جدا جدا في الموضوع ده اللغة اللي أولادنا بيتكلموا بيها جزء كبير جدا 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 من مفرداتهم ومن تعبيراتهم بتعلموها مننا جزء كبير جدا من تصرفاتهم اتعلموه مننا هتقولوا لأ أنا بعملش كده أنا بسويش كده آه يمكن أنت ما بتعملش بهذا الإجزاجريشن بهذه المبالغة ولكن عشان هم لسه مخهم لم يكتمل نموه ومش عارفين يتعاملوا مع مشاعرهم أي حاجة كأنها بتتحط في مكبر مكبر صوت يعني أي همسة بيسمعها منك بتتحول في مخه لصراخ أي حاجة صغيرة البنت بتشوفها من أمها بتتحول لحاجة كبيرة في مخها علشان ما عندهمش الوعي والتكنيك اللي إحنا خدناه وإحنا كبار إن إحنا نداري على كذبنا نداري على صفاتنا الوحشة نداري على تصرفاتنا الوحشة وهكذا لسه هم ما عندهمش الكلام ده الأنيل بقى لو تعلموا ده كمان مننا بنبصوا ونشوف إحنا كقدوة شكلنا إيه لولادنا خامس سبب ببساطة رغبة منهم في الاستقلال طول حياتي طول الاثناشر سنة الأولانية من عمري وماما وبابا بيقولولي ألبس إيه واجيب إيه وياكل إيه وروح فين وعمل إيه وسوي إيه دلوقتي مع التغيرات الهرمونية اللي في جسمي والنمو اللي حاصل عندي الله ده ما أنا كمان أقدر أتكلم ما أنا كمان أقدر أخد قرار ما نقدر أختار ما نقدر أعمل وفي نفس الوقت بابايا ومامتي خنقني فلازم أعمل إيه لازم أمفجر إيه اللي انت لابساه ده بدل إيه اللي انت لابساه ده تعالوا دلوقتي انت هتنزلي في الشارع الناس هيشوفوكي أنا ما بقولش ان انت بنت مش مؤتبة ولكن اللبس ده ما يتماشاش مع المجتمع اللي انت نزلة فيه عشان ما يجيش واحد صاقة سافل يقولك كلمة ما ترضيش عليها يجي الولد مثلا هاي الشعر ولا لابس حاجة مش عجبانة ولا إيه إيه القرف اللي انت لابسه ده وأحيانا فيه أباهات وأمهات بيستغلموا ألفاظ أفضع من كده بكتير تعال حبيبي ليه انت عامل كده ما هدلوقتي إيه الصورة اللي انت عايز تعكسها للناس طب هي فيها إيه طب كذا طب كذا طب كذا ونديهم مساحة من الحرية ياخدوا الكلام والتعاليم اللي احنا علمناها لهم ويطبقوها بطريقتهم في مرة من المرات ابني كان عايز يحلق مهوك مهوك يعني يحلق أقرع من هنا ومن هنا ويسيب بس الشريط ويهيشه كده بالجل وحاجات كده طبعا ايه مهوك ده وهينزل ويروح المدرسة بالمنظر القميق ده يعني مش ضريف لكن انا وبابا عادنا فكرنا الولد كان بقاله كذا يوم بيطلب الحكاية دي قلنا احنا لازم نختار معركنا لو دخلنا في معركة وتناطح ومش عارف ايه وكذا 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 يمكن ما يعملش اللي هو عايز يعمله لكن هيطلعوا علينا بشكل تاني طب حبيبي اوكي حتى فكرنا هو ايه مشكلتها يعني ايه الضرر من ان هو يقص شعره ولا يحلق شعره حلقة ما مش اي كلام فمرة من المرات وشعره هيطول تاني ونتكلم معاه تاني يمكن يعجبه ويمكن ما يعجبوش ونتعامل مع الموضوع كده على حسب ما هيجي فقررنا وباباب نفسه هو اللي حلق له شعره مهوق ويه بص الولد في نفسه اللي هي نفسه في المراية ومش بس كده ده انا كمان صورته وبص النفسه في المراية اوه ايه ده انا شاكري وحش جدا وهو اللي من نفسه خد القرار لا احلقولي بقى الحتة دي واعد اقرع كام يوم مش مشكلة لغاية بمشاعري كله يتول ويبقى طول واحد والموقف خلص لما بنت تبع عايزة تخرج مثلا تزور صاحبتها لو انا ما عنديش اعتراض على هذه الصديقة والاسرة اكلمها انا مش عايزها تنزل مش عايزها تخرج ليه عشان عايزها تقعد تعمل حاجات تانية اكلمها كده بعقلانية هم ما عندهمش القدرة العقلية والنفسية يوصلوا لنفس القرار اللي انا وصلتله in no time في وقت قصير فلازم ناخد وقتنا ان احنا نكلمه من غير زحيق ومن غير شخص ومن غير نرفزة سيه مثلا بيطلبوا فلوس طب تعالا بقى قولي الفلوس اللي انا ادتهالك عملت بيها ايه صرفتها فين جبت بيها ايه عملت بيها ايه طب انت عايز الفلوس دي في ايه كل ما نسأل اسئلة بش استجوات اسئلة عشان نفهم عشان نعرف كل ما نفتح حوار معاهم كل ما نساعد مخهم محدود القدرة العقلية والنفسية انه ياخد القرار الصح لكن اهم حاجة ان احنا نديهم مساحة من الحرية يلعبوا فيها دولهم مساحة من الحرية يعملوا بعض الاختيارات يعني اللي ما تخليهمش في موضع خطر او ان ما تخليش حياتهم حتتحول لحاجة وحشة خامس سبب ولادنا اللي تسن المراحقة بيثيقوا الادب وبيثيقوا التصرفات هو محاولة منهم لجذب الاهتمام اه على قد ما احنا فاكرين ان اولادنا عايزين يعودوا لوحدهم عايزين يحطوا السماعات بتاعتهم ما يسمعوناش عايزين يبقوا بعادا عننا على قد ما احنا غضط اه اولادنا نفسهم يتعاملوا معانا نفسهم يتكلموا معانا خصوصا في المراحل الاولانية في المراحقة اللي هما لسه 12 13 14 الفترة دي هما لسه شوية انساند امتداد للفترة بتاعت الابتدائي اه لسه عايدين يتكلموا معانا لسه عايدين يهذروا معانا لو احنا بقى مش بنزيهم الاهتمام اللي هما محتاجينه وعايزينه زي ما هما عايزينه حيحاولوا يجذبوا اهتمامنا ده بشكل يدايقنا فنشوف اه احنا بنتكلم معاهم ازاي بنورلهم اهتمامنا بيهم ازاي هما محتاجين ازاي كل ابن او بنت بيختلفوا عن الابناء والبنات الاخرين كل ممكن يكونوا اخين في مرحلة المراهقة ودي انا عانيت منها لان اولاد دي الفرق بينهم سنتين بس اخين في مرحلة المراهقة اختين مع بعض في مرحلة المراهقة ولكن دي شخصيتها غير شخصيت دي دي تركيبتها النفسية غير تركيبة تركيبة النفسية دي دي بتحب حاجات غير دي لازم اتعامل مع الشخصية دي بشكل مختلف تماما عن الطريقة اللي انا بتعامل بيها مع شخصية اختها التانية ومعقدش مقارنات ومعقدش اقول ان دي احسن منك عشان كذا وان اخوك احسن منك عشان كذا شوف اخوك عامل ايه شوف يبنت خالك عاملة ايه شوف يبنت عامتك ازاي كل واحد له كيان له تركيبة معينة لازم احنا نكون كابهات وامهات من الزكاء ان احنا نتعامل مع كل ابن من ابنائنا باللي هو عايزه باللي هو حبه باللي هو مناسب ليه سابع سبب من الاسباب اللي بتخلي اولادنا في سن المراقع يسيق الادب هو افتقدهم للمهارات دي بقى مهارات التواصل مهارات التعامل مهارات التفكير مهارات تحليل الامور هم لسه في مرحلة بيبنوا شخصيتهم مواقف كتيرة جدا 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 ما عددش عليهم احنا تعلمنا وصلنا لمرحلة ان التعاملات بتاعتنا والمواقف اللي دخلنا فيها والفشل والنجاح والخسارة والمكتب كل ده علمنا حاجات كتير قوي في الحياة اولادنا ما تعلموهاش اولادنا ما عرفوهاش فبيفتقدوا هذه المهارة فلما يتصرف بموقف ما بشكل ما ممكن يكون مش اساءة ادب منه انا اذكر مرة لما انجحت في الاعدادية صديق والدي جلنا وجاب كارت وفي الكارت ده كان فيه عارفين الشهادات بتاعت البنك اللي هي شهادة استثمار اللي كانوا بيجيبوها لنا زمان صغيرة كده للنجاح بعشرة جنيه وعشرين جنيه وحاجات كده المهم صديق والدي جاب الظرف والدانيل الظرف انا حسيت ان فيه كارت فاخدته منه مرسيه خالص يا عمه ومش عارفة اعمل ايه مش عارفة هل افتح وبص هل ده صح قدام الشخص اللي اداني الهدية هل اخدها وامشي اعمل ايه المهم ارتبكت رحت حطاه على ترابيس السالون وخرجت طبعا بعدها بكام يوم هذا الصديق عاتب بابايا على التصرف الفضيع اللي انا اتصرفته ان انا خدت هديته ورمتها على الترابيزة بابايا نفسه ما كانش فاهم انا عملت كده ليه وبالتالي جاه يكلمني انت ازاي تكلمي فلان الفلان ازاي تعملي كده في وجود فلان الفلان الراجل ميديكي هدية وميديكي شهادة استثمار وفرحان بيكي بالدرجة اللي انت يجيبتيها وانت يتاخديها منه ترميع كده تقولي يا بابا انا معرفتش اتصرف ازاي وانا لو فتحت الهدية قدامه يمكن يقول ان انا طماعة عايز اعرف ايه في الكارت انا كنت متخيلني فيه فلوس في الكارت فان انا بقى طماعة بقى وعايز اعرف فيه ايه او ان انا اخدها وامشي معرفتش هتصرف ازاي بروح تحطيها على الترابيزة على اساس انه بعد ما يمشي هفتحها واشوفها واملها بس انا شكرته التصرف اللي انا اتصرفته تصرف بريق يمكن يكون نابع من قلة خبرة مني وانا كام واحد يعني اداني هدية وانا في الاعدادية يعني مش كتير غير مثلا اعمامي ادوني الهدية بتاعت العيد والكلام ده تصرفي ما كانش نابع عن اساءة ادب ما كانش نابع عن استهتار بالهدية واستهتار بصديق والدي ولا باي حاجة ولكن ان انا مش عارف اتصرف ازاي الحاجة تانية كمان انا شكرته باختصار طبعا عاتب والدي ازاي ان انا ما بعرفش اشكر بشكل كبير وكده وده بقى مش نابع من قلة خبرتي ده نابع من شخصيتي ان في مواقف معينة مش بعرف اتكلم فيها وازهب في الكلام اولادنا كده اولادنا احيانا هيتصرفوا في مواقف لان الموقف ده اول مرة يعدي عليهم لانهم مش عارفينه ومرات تانية هيتصرفوا في مواقف لان تركيبتهم الشخصية كده فلازم نفهم ده نفهم انهم بيفتقدوا احيانا للمهارة للحصافة للقدرات معينة اللي بتمكنهم من التعامل مع الاخرين ومع العالم اللي حواليهم ثامن سبب من اسباب ان ليه اولادنا احيانا بيثيقوا التصرف وبيثيقوا الادب وللأسف السبب ده واحنا برضو لينا دور كبير فيه هو انعدام الهدف ما عندهمش هدف انا فاكرة شخص عظيم جدا جدا كان بيقول لحد تاني انا اعرفه والشخص ده حكالي وقال لي النصيحة اللي قلها له حماة قال له ما تبطلش طموح دي الرسالة اللي احنا لازم نزرعها في اولادنا انه هم صغيرين ان لازم تبقى طموح لازم تبقى عايز لنفسك حاجة احسن لازم تبقى شايف مستقبلك هم احيانا ما بيشوفوش ده فبالتالي بيكبر يوم ورا يوم مش شايف هدف قدامه هنقول المدرسة والمذاكرة دعب ده مش هدف المدرسة والمذاكرة دعب الاولاد والبنات القليلين اللي بيحبوا الدراسة ويحبوا المدرسة ويحبوا يذكروا ويحبوا يطلعوا الاوائل على الفصل بتاعهم ويزعلوا لو جابوا نمرة صغيرة كل الكلام ده ده مش القاعدة العامة ده الاستثناء القاعدة العامة هو ان اولادنا عايزين نساعدهم انهم يلاقوا هدف يفكرونه هدف يصحوا الصبح متشوقين انهم يعملوه مش لازم الدراسة ومش لازم الدرجات تبقى هي الهدف لكن الهدف يكون النجاح النجاح بشكل ملائم لشخصية ابني يتوافق مع اللي هو عايزه مع طموحاته ففترة من الفترات ابني كان عايز يطلع طباخ فمصر ممكن ايه عايز تطلع طباخ والدكتور والمهندس والناس دي كل اسرة عايزة اولادهم يطلعوا الحاجات دي احنا عندنا هنا هو اه بابا دكتور ومامته مهندسة وجده مهندس ومعرفش ايه وكل الشهادات دي في العيلة ماشي حبيبا فيش مشكلة عايز تطلع طباخ اطلع طباخ عنديش مشكلة وكون احسن طباخ وكون انجح طباخ ولكن عندي شرط عندي ايه يا ماما قلت له الشرط ان انت تدرس وان انت تاخد شهادة وان انت تدخل تدرس المجال ده بحرفانة يعني ايه يعني لازم تخلي بالك من دراستك برضو علشان تكمل واحد 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 غاية اما توصل وتاخد الشهادة وتبقى مشهور وناجح في المجال ده طبعا ده كان ضمن الاحلام كتيرة الولاد بيفكروا فيها ولكن احنا لم نقلل من هذا الهدف شاب تاني جاب نمرة كبيرة قوي في السنوية العامة ولكن كان مصر ان هو يخش كله التجارة وفيه ناس كتير جدا عرضت يعني ايه يخش كله التجارة وناس حست ان هو لو بيضيع مجموعه العالي كان ممكن يدخل هندسة ايه المشكلة ايه المشكلة ان هو ده المجال اللي هو حبه ده المجال اللي هو عايز ينجح فيه ده المجال اللي هو عايزه كونه انه جاب درجات عالية ده دليل على انه هو شاطر وزكي وبالتالي هينجح في اي مجال هيختاره فيه برضو يعني ناس برضو تانية نعرفها ابنهم برضو جاب نمرة كبيرة في السنوية العامة وكان عايز يدخل هندسة وطبعا النمرة الكبيرة دخلوا طب خصوصا فيه فيه سنة من السنوات الخريجي السنوية العامة كانوا قادرين يدخلوا الحاجات العلمي علوم وعلم رياضة حاجة كده في النص انا كنت في السنة دية برضو يعني مجموعي لو كان يدخلني طب كنت دخلته طب وما فيش مشكلة بس انا مكنش عايزه هو عمل للعكس هو كان عايز يخش هندسة ولكن المجموع والناس اللي حواليه والناس كتير تقوله ايه ده لا اتا مجموع كبيرة خليك اتلا ادخل كده دكتور وكلام ده ودخل اه نجح وجاب وجاب جيد جدا والكلام ده كله لكن في النهاية جواه لسه احساس بينقح عليه من فترة الفترة ان ده مش المجال اللي انا كنت اعيده مش ده المجال اللي انا كنت احبه مش ده المجال اللي انا كان نفسي اقضي باقي حياتي فيه ساعدوا ولادكم ان يكون لهم هدف لما يكون لهم هدف هيبقوا مركزين عليه هيحطوا كل تاقتهم الزهنية والعقلية والنفسية والجسدية في تحقيق هذا الهدف وبالتالي مش هيقرفوكو في عشتكو من اساءة الادب والصخب والشد والجذب والخناقات المستمرة ساعدوهم يكون لهم هدف تاسع سبب من اسباب ان ليه اولادنا المراهقين بيسيئوا الادب وبيسيئوا التصرف هو انعدام ثقتهم في نفسهم وده مهم جدا جدا زي ما هم بيطوروا مشاعرهم زي ما مخهم بيبتدي يتطور ثقتهم في نفسهم كمان لازم نساعدهم ان هم يسقوا في نفسهم ليه بقى؟ لان الواسق في نفسه ما بيتصرفش بزعيق بشد بجذب بتحدي الواسق في نفسه مش محتاج يعمل كل الكلام ده الواسق في نفسه محتاج انه يقف ويفرد ظهره ويعبر عن اللي هو عايزه بطريقة الاكوان بطريقة رقية بطريقة هدية بطريقة جميلة مدام انا واسق من نفسي هعود اتخانق ليه اصلا لما هم نفسهم مبيد ايش عندهم هذي الثقة في نفسهم ومتزعزع ثقتهم في نفسهم ممكن ده يتحول لكتم حاجة كده مضغوطة جوه قلبهم بم ممكن تنفجر وتنفجر في وش نحن فبردو نديهم حقا ترفع ثقتهم بنفسهم عاشر سبب من الاسباب اللي بتخلي اولادنا في سن المراحقة في سن المراحقة من سن الاباء والامهات البولينج التنمر يعني ايه دلوقتي بقى المصطلح ده معروف اوي 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 فاوساط المدارس وما بين الابهات والامهات وبقى حتى الاولاد نفسهم بيتعاملوا وبيقولوا هذا اللفظ التنمر هو ان انا اديقك هو ان انا اثيق اليك واجرحك سواء باللفظ او فيزيكالي بالايدين وجسديا الايذاء النفسي والجسدي مشكلة كبيرة جدا 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 ان احنا نفسنا كابهات وامهات ما عندناش التوز ما عندناش الادوات اللي بتمكننا ان احنا نربي اولادنا بدون اساءة لفظية او نفسية او جسدية التنمر اللي هم بيشوفوه من ابهاتهم وامهاتهم بيخليهم يرزست يقاوم بقى يعني مش انت بتشتمني ما انا لازم انا كمان يعني ما اقول لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه انا قلت لك كلمة دايقك يبقى انا كمان هقول لك كلمة دايقك انا زقيتك يبقى المرة جاي انا كمان هزقك انت قلت لي كذا وكذا وكذا انا بنتك هقول لك كذا وكذا او انا ابنك هقول لك كذا وكذا الاب جاي يعني احنا ما بنشوفكش كتير ومش متواجد معانا ولما تيجي تقعد تزعق فينا وتشتم فينا وتعمل مش عارف ايه ويا سلام بقى كمان لو ابنه اصلا بقى طوله وقوة الابن فور شور اكتر من قوة الاب والاب بيحاول يضربه متخيل ان الطفل اللي هم متصوره بقى انه الطفل ده حيتضرب وحينصلح حاله وهو ساكت وهو ما بيتكلمسي لما الابهات والامهات بيوصلوا لمرحلة ان اولادهم بيمدق ديهم عليهم بيزقوهم بيشوحوا بيعملوا حاجة زي كده معناه ان في في بولي من الابهات والامهات في تنمر من الابهات والامهات خدوا بالكم ان احنا الكيرف بتاعنا بينزل وهم الكيرف بتاعهم بيعلم اذا كنا هنعتمد على الارهاب الجسدي ان انا امسك الشبشب وطخ طخ طخ او اجيب الخرطوم وطخ طخ طخ او اجيب الحزام وطني وطخ طخ طخ وكل الكلام ده بعد فترة مش هينفع بعد فترة الطفل الصغير ده هيقف انا فيه شخص كبير حكالي ان هو كان بيتضرب من اخ اكبر منه لما بقى 14 سنة اساسا طوله بقى طول اخوه وقوطه بقت في قوة اخوه متك اخوه ضربه ليه ان انت عادة عمال بتقزيني 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 انا بغلي 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 بس انا لسه اطير انا لسه ضعيف انا لسه قوتي محدودة وانس ان انا قوتي بقت كبيرة حعمل فيك ايه طب تعالى بقى نفس الحكاية للإساءة اللفظية والنفسية انت قاعد عملته سيء ليا باللفظ وانا ساكت 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 لاني ضعيف لاني خايف لاني حاسس بالرهبة والخوف من ابويا من امي لكن في لحظة من اللحظات الله طب ما انا كمان بعرف اشتن طب ما انا كمان بعرف ازع طب ما انا كمان بعرف اقول حاجات مش كويسة طب انت مثلا هتقذيني هو انت فاكرا نفسك ايه هو انت مش عارف ايه هو انت ايه هو انت ايه طب ما انا كمان ممكن اقولك الكلام ده اكتر وديقك فنمنع تصرفات اللي فيها اساءة لأولادنا وتطاول عليهم باللفظ والقول واليدين والرجلين كمان يعني السبب الحداشر اللي بيخلي احيانا ولدنا يسيقه الادب ويسيقه التصرفات هو التنمر عليهم من الاخرين ان فيه ناس بتضيقهم في المدرسة فيه مدرسين للأسف بيضيقوهم فيه اصحاب فيه اقران في المدرسة بيضيقوهم من شرط اصحاب بياخدوا هذا الضيق وبياخدوا هذا التنمر وبياخدوا هذا الكلام ويعودوا يبتدي بقى يغلي جواهم يغلي جواهم زي الحالة الساب زي حالة الضغط بالبخار البرستو ها توصل لمرحلة تبصت لقي الفلف ده قاعدة ينفس 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 اهمتنا احنا بقى هنا احنا ناخدهم على الهادي ناخدهم بالراحة نتكلم معاهم وناخد وندي الكلام معاهم ونعرف ممكن تلاقي بنتك مثلا واحدة من صاحباتها بتقول لها كلام بيضيق واحد بكل ما يشوف ابننا عشان هم يمكن مثلا الا قصير ولا بتاعي يزقوا ويعملوا الكلام ده ممكن يكونوا فيه مدرسين في المدرسة بيغلسوا بالذات على اولادنا وبناتنا وهم بياخدوا كل ده ويطلعوه في البيت ومهمتنا ان احنا نعرف اذا كان ده حاصل ولا لأ ومهمتنا ان احنا نحاول نساعدهم انهم يسقوا في نفسهم ويتصدوا في الناس اللي بتدقيقهم برا السبب الاثناشر واخر سبب هو الاصدقاء تأثير الاصدقاء اولادنا معانا لفترة معينة في اليوم لكن فترة طويلة في اليوم بيقضوها برا مع اصحابهم مع زميلهم في المدرسة لازم نشوف تأثير اصدقائهم عليهم انا كنت بعرف لما ابني صاحب صاحب جديد في المدرسة كنت بعرف من الطريقة اللي بيتكلم بيها معي كنت بعرف من نوعية الالفاظ اللي بيقولها وهو بيتكلم نوعية الموضوعات اللي بيتكلم فيها واحنا قاعدين بنتغدى وبنتكلم مع بعض شوفوا مين اصحابهم وما نروحش نقول لهم البنت دي مش هتعرفها تاني الولد ده مش هتعرفه تاني المشكلة كلنا عدينا بالمرحلة دي ان كان في بعض الاصدقاء في حياتنا كانوا اصدقاء تو وكان تأثيرهم غلط علينا وكان تأثيرهم وحش علينا ومع ذلك ما كناش نقبل ان مامتنا او بابانا يقولوا نص كلمة على صحابنا دول كتير جدا كاني مثلا صديقة معينة ماما تقولي يا بنت دي مش عارفة انا مش بحبها كده يعني في حاجة في مش عارف ايه احيانا بتبقى عارفة السبب واحيانا ما بتبقاش عارفة السبب وانا ادافع بالسماتة عن هذه الصديقة لا 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 انت بتقولي ايه وتمر الايام وانجرح من هذه الصديقة شفتي مش قلتلك لا ما شفتش لا ما صدقتش الكلام اللي انت قلتيه انا في ظن المرحقة بس دور الاب والام ان هم يفضلوا بالنصيحة الابهات لأولدهم وبناتهم علشان يشوفوا الاصدقاء وتأثرهم عليهم ويخلوا ولادهم من نفسهم هم اللي يبعدوا عنهم لان ببساطة ممكن تقولوا ما لكش دعو بالولد ده ما تلعبش مع الولد ده ومع ذلك يلاقي كل فرصة وهيدور على كل فرصة انه يروح ويدعبس ويروح يقابله ويروح يلعب معاه واحنا مش عارفين فيعني الصراحة هنا مهمة جدا جدا ان احنا نعرف اولادنا بيتعرضوا لايه برا بيسمعوا ايه من برا وبالتالي ده بيأثر على شخصياتهم ونتدخل في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة ان احنا نمكنهم من انهم يقولوا لا خلاص كفاية انا هبعد عن الناس دي دول مش اصحاب دول الاثنشر سبب اللي انا توصلت اليهم في ان ليه المراهقين بيسيقوا الادب وبيسيقوا التصرف معانا لو في حد منكم عنده سبب اخر او عنده طريقة تانية او استراتيجية تانية ان احنا نتعامل مع اولادنا وبناتنا في السن الحارجة دي ياريت تكتبوها تحت في التعليقات وياريت نتناقش وياريت نتعلم من بعض ومحدش يبخل بالمعلومة عن التاني وكلنا بنساعد بعض اشوفكو الحلقة الجاي اشتركوا في القناة